مفوضية الانتخابات قطعت شوطا كبيرا في استعداداتها لجراء الانتخابات في 18 كانون الأول من هذا العام يعني خلال شهر تشرين الأول لدينا المحاكات يوم 10-10 المحاكات الثالثة لدينا تدريب الموظفي الاقتراع المستويات الأولى والثانية إلى موظفي الاقتراع التدريب على آلية استخدام الأجهزة في يوم وآلية التصويت وآلية العدوى الفرز طبعا هذا يوم 15-10 في هذا أشهر سوف يتم في يوم 21 لدينا قرعة موظفي الاقتراع الاختيار موظفي الاقتراع المفوضية تحتاج أكثر من 250 ألف موظف اقتراع فضلا عن ذلك أنه مفوضية الانتخابات أعطت مدة لموظفي الاقتراع يعني بعض موظفي الاقتراع سجل اسمه من خلال الرابط لكن لم يسحب الاستمارة ويسلمها إلى مركز التسجيل فأعطت مفوضية مهلة إلى يوم 10-10 لغرض السحب هذه الاستمارات وتسليمها إلى مراكز التسجيل التابعين لها إذن هناك استعدادات كثيرة أيضا من ضمن هذه الاستعدادات هي توجيه 93 دعوة إلى جهات منظمات دولية وبعتات وهيئات دبلوماسية طبعت لهم بطاقات 6 ألاف بطاقة لاعتماد المنظمات والهيئات وأيضا الإعلامين الدوليين طبعا هذا في المكتب الوطني حصرا ومليون ومية وستة ألف هوية تعريفية للمراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية وزعتها على 15 محافظة غير منتظمة في إقليم فبالتالي على المراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية مراجعة مكاتب المحافظات الانتخابية لغرض استلامها الهلوية التعريفية لمنباشرتهم بعملية المراقبة للعملية الاتخابية سجمان سبق وأن أعلنتم عن حصيلة لأعداد المستبعدين من المرشحين هل زادت هذه الحصيلة؟ لا هي لحد الآن مية وسبعين مية وثلاثة وستين مشمولين بالمسائلة والعدالة وسبعة حالات التزوير الوثاق الدراسية لكن هذا العمل ليس نهائي وبعدين مية وسبعين المستبعدين لا يعدون مستبعدين لأنه لديهم مرحلة لألطعن وهناك مرحلة لاستبدالهم فبالتالي لا تصبح الأماكن فارغة مرشحي الأحزاب يستبدل هو مرشحي الأحزاب لأن المرشحين الأفراد كملت وأسماءهم كملت أول وجبة كانت هو المرشحين الأفراد وبالتالي نزلت أسماءهم في ورقة الاقتراع لكن مرشحين الأحزاب والتحالفات تبليغ الحزب لغرض الاستبدال أو الطعام بقرار مجلس المفوضين سيدة جمانة أعود إلى موضوع قرعة موظفي الاقتراع في الحادي والعشرين من الشهر الحالي تحتاجون إلى 250 ألف موظف اقتراع من أصل عدد كبير من المتقدمين هذا التقسيم على الدوائر الانتخابية هل يكون على أساس عدد المراكز الانتخابية في كل دائرة أم ماذا؟ لا هو على عدد محطاتنا لدينا أكثر من 35 ألف محطة وكل محطة نحتاج به تقريبا بين 5 و7 بحسب عداد الناخبين لهذه المحافظة يعني تعرف أن عدد الناخبين مثلا في محافظة المثنة تكون أقل من بغداد عدد الناخبين فبالتالي مراكز ومحطات الاقتراع في بغداد هي أكثر من المثنة فهذا التقسيم يكون بحسب انتشارهم بحسب المحافظات وبحسب عدد الناخبين لكل محافظة طيب يعني سيدة جمانة هل من سقف محدد للمصادقة على أسماء المرشحين أم أن ذلك سيكون مرتبط بعمل التدقيق تقريبا التدقيق في مرحلة الأخيرة إن شاء الله المصادقة ستكون نهاية هذا الشهر على المرشحين وبالتالي عندما يصادق مجلس المفوضين سوف يحدد موعد لانطلاق الحملات الانتخابية الخاصة بهم على أن تتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاصة الذي يكون يوم 16 أو 12 يعني في هكذا حالة في نهاية هذا الشهر هل من الممكن ذكرت قبل قليل حضرتك أنه بعض المرشحين الآن ممكن أنه يطعنون في هيئة المسائلة والعدالة هل سيكون هذا الوقت كاف للطعن أو استبدالهم نعم هو طبعا بالنسبة للإستبدال أكيد موضوع سهل وبالنسبة للطعن هي طبعا أكيد في الهيئة القضائية وممكن أنه يطعن وممكن ما يثبت مع أكس الذي ورد بحقه يعني لا زال الوقت مسموح لغرض الطعن أو غرض الاستبدال سيدة جمانة نتحدث أيضا قليلا عن المحاكات الثالثة التي ستنطلق للعملية الانتخابية وقبلها نتحدث عن انطباع المفوضية عن العمليتين السابقتين وهل تم تشخيص بعض الأمور التي يمكن تداركها في المحاكات الثالثة ونعرف جيدا أنه حتى لو لم تكن هناك أخطاء المفوضية تضع أخطاء لأجل تلافها لأنه حصلت في الانتخابات السابقة بعض الأخطاء فرحبت مفوضية الانتخابات أن يتعيد مثل هذه الأخطاء لغرض تلافها لأن تعرف موظف الاقتراع قدم أنت تريد الدربة ما سيكون على دراية مثل الموظفي المفوضية سواء كانوا الملاك أو العقود أو مراكز التسجيل فبالتالي هي العملية تدريبية بداية وبالتالي تجاوز الأخطاء قد تكون هناك هذه المحاكات حتى نجد الأخطاء التي قد تكون في يوم الانتخابات أن نتلافها فهي العملية أيضا لغرض متابعة هذه الأجزاء وتدريب الموظفين من خلال العمليتين للمحاكات السابقتين لا نتحدث عن الجانب البشري المتمثل به ووظفي الاقتراع نتحدث عن الأجهزة أيضا كيف تقيم المفوضية عمل الأجهزة في المحاكاتين السابقتين يعني هي كل محاكات بداية تقريبا الأجهزة هي أكثر من ألف جهاز أو ما يقارب ألف جهاز تم اختباره وتم تدقيق يعني هناك بعض الحالات الفنية التي حدثت تكون في خلال المحاكات وأكيد مفوضية الانتخابات هناك الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الشركة الألمانية الفاحصة لأمم المتحدة وموظفين الفنيين المختصين في هذا الجانب هم من يقومون بتأهيل وصيانات هذه الأجهزة طيب يعني في سؤال أخير سيدة جمانة نتحدث عن دور الجهات المراقبة للعملية الانتخابية وصنفت على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالجهات الدولية والجهات المحلية ووكلاء الأحزاب والكيانات كيف تنسق المفوضية مع هذه الجهات وإلى أين وصل خصوصا فيما يتعلق بالجانب الدولي بالنسبة للجانب الدولي ووجهه هذه الدعوات 93 دعوة لكن لحد الآن لم يصل أي طلب لغرض المشاركة في عملية الانتخابية زار مجلس المفوضين واستقبل رئيس مجلس المفوضين العديد من المنظمات الدولية لكن كتسجيل للعملية الانتخابية لحد الآن لا يوجد أحد سجل لأنه خاصة الدولية تكون على الأيام الأخيرة كون هم من يتحملون نفقات الوصول ونفقات السكن ونفقات التنقل فهذا يعني أكيد يفرق عدهم فأكيد راح تبين في نهاية الشهر يعني قد تكون نهاية شهر الدعش على بداية الشهر اشتركوا في القناة